وزي ما عملنا بسكوت العيد وطلع معنا نجح مليون في المية هاشة ولزيز ومزبوط جدا ومقادير مزبوطة هنعمل الكحك الناشف بداع الشاي او الشاي او الحليب بطريقة نكحة جدا جدا هنسام الله ونبدأ بسم الله ما شاء الله ركواته الا بالله هنصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ومعنا الكحك الناعم شايفين ما شاء الله ركواته الا بالله مزبوط جدا جدا مدة الفيديو دي يا حبيبي دي تين اتنين ونص فيهم الاستفادة كلها وان شاء الله هتستفاد من الفيديو بس قبل ما تدخل الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك والشير فضلا وليس امرا لان الفيديو جامد جدا واتمنى تكمل لي للفيديو للاخر عشان الخطوات كلها متتابعة مع بعضها هنسام الله ونبدأ معايا هقول لكم ادار الكيلو لان عاملة كمية شايفين ما شاء الله اللون تحفة هش جميل جدا جدا ومقادير ومزبط معايا الكمية بتاعت الدقيق بس انا هقول لكم على مئدار الكيلو انا عاملة 4 كيلو تمام هقول لكم مئدار الكيلو معايا كيلو من الدقيق بيحتاج ربعونية كرام من السمنة الخليط زبدة على نباتي عشان النتيجة معاك تطلح كويسة جدا ومعانا كمان نص كوباية من الزيت هنحطهم على النار يسخنهم بس نجيب نختبرها نجيب معلقة نحطها على الدقيق ساعة مطفور خلاص نجيب الكمية كلها ونبس بيها الدقيق تمام معايا السمسم بتاعي متحمص وبدأت اني اعمل فتحة كده في العجين وأصب السمنة بتحتي بعد ما يعني تسخن بس مش تسخن زياد عن اللزوم يدوبك تسخن بس زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي بقدار الكيلو زي ما قلت لحضراتكم معلقة من البودر دي متعدد الاستخدامات عشان تكون الكحكة معانا هشة كده من قلبها مفتح لو هتحط دقيق من الغلة هتحط نص دي غلة ونص فينه تمام عشان تطلعن معاك النتيجة كويسة جدا دلوقتي انا عندي قطعة من السمنة الزبدة فححطها اطش عليها السمنة دي لو ما عندكيش ما فيش اي مشكلة خالص حط بس نص كوباية الزيت والنتيجة هتطلع معاك جميلة جدا 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 باذن الله تمام دلوقتي هنحط السمنة زي ما حضراتكم شايفين واستحسن ان ما يكونش في اطفال جنبنا ولا حاجة اللهم وحفظنا يكون يعني بتحزبي كده بالراحة كده وانت بصوب السمنة لانها بتبقى سخنة ربنا يسلم يا رب الجميع دلوقتي انا يعني بسيت السيل دي كويس جدا وحطت المكونات بتحت الخميرة وعجلت باللبن زي ما حضراتكم شايفين زي ما قلتلكم ان الكيلو بياخد ربعمية جرام من السمنة واستحسن ان انت توزنه عشان ما تطلع بطيش او عشان ما تحط الزيادة ويطلع المكونات مش مظبوطة معاك دلوقتي العجنة اختمرت معنا وشايفين ما شاء الله التشكيلها جميل جدا سهل هنبرم الكتعة من العجن كده على قدامك على اي حاجة طرابيز او اي حاجة قدامك شايفين ما شاء الله ركوات الا بالله العجنة جميلة جدا جدا وهنبدأ نجيب الطرفين على بعض صيما حضراتكم شايفين ونضغط ضغطة بسيطة كده ونشكلها لو انت اول مرة بتعمل الكحك ان شاء الله هيبقى ناجح معاك جدا جدا لو انت بتحب الكحك ناعم جدا هتحطي 450 او 500 جرام تمام انما هو كده بالنسبة لي مظبوط جدا جدا ومقداره مظبوط تمام دلوقتي انا شكلت العجنة دلوقتي جات مرحلة الخبيز هنغبز الكحك ازاي هنغبز الكحك على فرن متوسط من فوقه من تحت لحد ما الكحك بتاعنا هيستوي معانا من فوق من قلبه وما نستعجلش عليها عشان ما يكونش طاري من قلبه ويكون قلبه مفتح كده ومستوي بازن الله زي ما حضراتكم هتشوفو دلوقت اتمنى لو وصلتوا معانا لللوقت ديك ما تنسوز اختكم في اللايك والشير فضلا وليس امرا وتدعموني عشان قناتنا تستمر بازن الله شايفين ما شاء الله التشكيل جميل جدا جدا وسهل وبسيط شايفين ما شاء الله اللون تحفة والله وهشة وجميلة جدا جدا ومقدرها مصبوط اتمنى يا رب يكون الفيديو النهاردة يكون عجبكم وما تنسوناش في اللايك والشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم انه بازن الله كل جديد سلام شكرا 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 شكرا